متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة نموذج ذكاء اصطناعي جديد مجاني تماما بيمكنك من انتاج صور بالذكاء الاصطناعي وهذا النموذج فيه حاجات اكتر من كده بكتير انتاج نموذج بالذكاء الاصطناعي دي حاجة من الحاجات الموجودة فيه نهاردة هتكلم عن نموذج Q2.5 Max وهو احد نموذج الذكاء الاصطناعي من شركة علي بابا هو نموذج صناعي صيني واعتقد ان الفترة الجاية حتشهد العديد من نموذج الذكاء الاصطناعي القوية زي دي بسيك لو عايز تعرف اكتر عن Q2.5 Max تقدر انك انت تشرفنا على قناتنا الاساسية InfoTech4U بتناول بالتفصيل نموذج الذكاء الاصطناعي خصوصا الشات اللم وازاي ممكن انت تستغل لها وتستخدمها مع عمل بعض التجارب العملية للاستفادة فالو انت مهتمة اكتر من نموذج الذكاء الاصطناعي وخصوصا الخاصة بالشات تقدر انك انت تشرفنا على القناة هنكمل مع بعض الفيديو النهاردة على قناتكم اليوم موقع جديد واقول لك ان Q2.5 Max هذا اللم او نموذج الذكاء الاصطناعي القوي من شركة علي بابا تقدر انك انت تستخدمه في توليد صور بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني تماما قعد بقى استخدمه وطلع من الصور اللي انت عايزها البعض هايقولي طب انا استخدمه ازاي كل اللي عليك ان انت هتروح على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو وتروح لQ2.5 Max وتفتح الشات هنا احنا روحنا على Q2.6 وحقيقي Q2.6 فيه موديلز كتير جدا لكن اقوى موديل موجود فيهم او اقوى نموذج ذكاء الاصطناعي موجود فيهم هو Q2.5 Max Q2.5 Max اكتر من مجرد شات اللي الام زي ما احنا شايفين فيه Artifacts طبعا هو ممتاز جدا فيه تنفيذ الكود الحاجة اللي احنا جايين نركز عليها النهاردة هو الامج جنريشن وقريبا ان شاء الله هيكون فيه فيديو جنريشن احنا هنروح لقى الامج جنريشن عشان نجرب مع بعض من خلال مجموعة من الاوامر النتيجة اللي ممكن نحصل عليها باستخدام نموذج Q2.5 Max هنا مثلا الاول امر معايا النهاردة عبارة عن كسل الالعة الالعة زي موجودة على منحضر صخري ودارك ستورم كلاوتس فيه ستورم وفيه لايتنينج مشهد كده فيه تفاصيل كتير عشان نشوف النتيجة هنا اختار الاسبكت ريشي بتاعي يكون 16 لتسعة انت عندك في الاسبكت ريشي والابعاد واحد لواحد تلاتة لاربعة اربعة تلاتة تسعة لستاشر كل الابعاد موجودة وبعد كده حدوس على جنريت ما بياخدش وقت كبير في توليد الصورة يعني زي ما احنا شايفين البرسنتج هي بالزيد معينا قربنا خلاص نخش على 100% وقادي الصورة بص الجودة بص النتيجة قد ايه ممتازة التفاصيل اللي انا طلبتها كلها اللي كانت موجودة في الامر تم انشاء الصورة بيها زي ما احنا شايفين وفي الاخر خالص بتاعت تعمل download بيش اي watermark موجود عليها حاجة في منتهى الجمال ادي نموذج مجاني تماما معاك اهو دلوقتي تقدر انك انت هتستخدمه تعال نشوف امر تاني ونختبر بيه هذا النموذج هحط الامر بتاعي warm cozy wooden cottage interior field with soft lightning حيال كده شبه ال interior design place مكان كده في تصميم داخلي بشكل معين زي ما انتو شايفين تفاصيل كتيرة وحبتدي ان انا اختار image generation aspect rich 1649 ودوس enter بصوا الجمال هعمل لها download عشان نشوفها بابعاد full screen التفاصيل حلوة جدا نتيجة رائعة جدا انا شايفة بصراحة نموذج مجاني طلع لي صور من غير watermark يعني ده لازم تستخدمه لازم تستخدمه وتستفيد به تعال نشوف حاجة تالتة بس المرة دي هستخدم basic prompt يعني هنا ممكن اقول له ثري دي white كايت in cartoon style dark blue background sleeping on the floor mat وهنا حتدي اختار الاسبكت ريشي 16 اللي تسعى ودوس enter نفذني الامر بالضبط white kitten قطة بيضاء اللون نايمة على المات اللي على الارض اللي احنا شايفينها والbackground gray بالضبط نفذ الامر كما طلبت هنا لو احنا تخذت بيالك هتلاقي ملتزم بالامر ما جودش من عنده حاجات انا مش عايزاها تعال نشوف حاجة تانية ده امر تاني dramatic battle scene عن الساموراي الامر برضو جايبا من الوصف باستخدام نموذج زكاء اصطناعي وهنا الامج جنريشن 16 لتسعة aspect ratio هتلاقص انتر ونشوف النتيجة هنا المفروض ان مجموعة من الساموراي في معركة وزي ما احنا شايفين vibes بتاعت النوع ده من المشاهد النتيجة فعلا حلوة قوي بعد كده حتبطي تعمل download لو صورة عجبتك وناخد امر تاني انا حابة اجرب معاك مجموعة من الاوامر ووريك التفاصيل وحتى الامر البسيط ورته لك هنا ايضا ده مشهد a storm covered في عصفة في ايضا lightning ممكن اقوله كمان a cinematic scene for a storm وادوس enter ده شكل المشهد زي ما انتم شايفين بالظبط نفزلي الامر هبتدي اعمل له download واستخدمه تعالوا بقى نجرب اللغة العربية نجرب ان احنا نستخدم الامر باللغة العربية او اكتب باللغة العربية انا عايزة ايه طبعا هيبقى افضل واسهل ان انا نكتب كل اللي انا عايزاه مرة واحدة واشوف هل هو حينفزه ولا لا ابتدي الاول بامر بسيط حصان اسود اللون منزج بس افعل image generation حصان اسود اللون يجري في الصحراء وقت الغروب الشمس تغرو في مشهد سينمائي رائع ممكن اقول له كاميرا تركز على الحصان مع ابراز جميل الحصان مثلا وهو يرتفع بقدميه بقدميه الاما ميتان هنا طبعا من السهل نكتب كل اللي انا عايزة بالعربي هنا هاختار الاسبكت ريشو 16 لتسعة برضو وهبتدي ادوس انتر واشوف هينفزلي كل اللي انا طلبته في الامر بالعربي تم انشاء الصورة بصوا جمال الصورة زي ما احنا شايفين حصان اسود بيرتفع بقدميه الاماميتين ممكن القدم دي شوية هو تانيها كده فمش باينة قوي وزي ما احنا شايفين وقت الغروب ومشهد سينمائي وبركز على ابراز جمال الحصان كل اللي طلبته في الامر اكتب بقى بالعربي اللي انت عايزه وانشئ الصورة اللي انت عايزها تعالا نشوف بقى كمان امر رجل في منتصف العمر عينه بنيتان يرتدي نظارة طبية يمشي في شارع خالي من المرة بالليل غامض يرتدي معطف بني اللون الشارع به اضاءة اعمدة الانارة يرتدي الرجل قبعة باضاءة الكاميرا تركز على وجهه مع اظهار ملامح تفصيلية الوجه تعبر عن الغموض وادوس انتر عجبني في النموذج ده ايه السرعة بولد صور براحتي ما فيش وتر مارك اي ستايل انا عايز انا بكتب بالعربي اللي انا عايزة بالتفصيل بقى عايزة انيمي ستايل عايزة كارترون عايزة سينيماتيك بصوا جمال الصورة بصوا التفاصيل انا قلت له عايزة الوجه بقى فيه تفاصيل كتير عطاني التفاصيل نضارة طبية معتف بني انارة خفتة اللي هي الاعمدة بالليل بصراحة كل اللي انا طلبت اعطهولي ركزت الكاميرا على وشه وبعد كده بدوس داونلود يكمن جمال كوينشات انه ليس فقط نموذج نصي ولكن ايضا نموذج لانتاج الصور الذكاء الاصطناعي وايضا قريبا جدا حيكون فيه فيديو جنريشن ولو انت مهتم بالبرمجة او لسه بتتعلمها حيفيدك جدا في تنفيذ الاكواد في كمان ويب سرش وانتاج وانتاج تعرف اكتر عن كوينشات تقدر ناك انت تتابعنا على قناتنا الاساسية انفو تكفر يو بنهتم بالتفصيل بالشات موديلز وزي ما بلوكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس براك